الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدات تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليك يا رسول الله جاءت لنداء النبي عليه الصلاة والسلام لدعوته لطلبه الأشجار النبي من معجزاته أنه دعا الأشجار فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا تشق الأرض شقا حتى وصلت إليه صلى الله عليه وسلم واعترفت تكلمت باللفظ العربي باللغة العربية وقالت أنت رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام فقال تمشي إليه على ساق بلا قدم يعني ليست هي إنسانا بل كانت بلا قدم تسعى إلى النبي تمشي وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام المعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد إنسان ندعى النبوة سالم من المعارضة بالمثل دليل على صدق هذا النبي فيما ادعاه لذلك يا أحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء معجزة من معجزاته حنين الجزع اليبيس الذي كان يئن شوقا لفراق النبي ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث أنها تواترت هذه المعجزة وحصلت في مواطن متعددة أماكن مختلفة خرج من بين اللحم والدم خرج الماء الصافي الزلال معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانقلب الجزع في يد عكاشة سيفا هذا عكاشة صحابي في إحدى المعارك انكسر سيفه أعطاه النبي خشبة فصارت بيد عكاشة سيفا قاتل به وهذا خرق للعادة وكذلك أيضا كان الشجر والحجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام عند مروره وكان عليه الصلاة والسلام في مواطن عدة الله كثر الطعام بين يديه في غزوة الخندق النبي عليه الصلاة والسلام وضع أمامه الخبز والتمر والشيء القليل ودعا فأكل كل من معه وكانوا بالعشرات أكل الجيش معه وهذا من خرق العادة من معجزاته عليه الصلاة والسلام وتكلمت الشات المشوية المسمومة التي وضع فيها السم لرسول الله ليؤذى ليقتل الله أنطق الكتف وقالت إني مسمومة فلم يكمل عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء معجزة يقول رحمه الله تعالى كأن ما سطارت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقامي أي هذا الشجر حين جاءت الشجرة تخض الأرض خدا سعت إلى النبي كأنها تكتب سطرا تخط خطا وهذا يدل أنها جاءت مستقيمة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهنا انتبهوا يا أحباب في هذه البردة هناك بعض الأشياء يحتمل أن تكون من اختلاف النساخ وتوه من النساخ ولننتبه أحبابي هناك بعض ما ذكره البوصيري رحمه الله لم يثبت وهناك بيت أقسم هو بالقمر وهذا مكروه لأن الحلف بغير الله مكروه والبوصيري رحمه الله تعالى في هذا البيت الذي سأذكر ذكر شيئا لم يثبت في الحديث وإنما ثبت شيء منه ما هو يقول مثل الغمامة الناس رسائرة تقيه حر وطيس للهاجير حامي هذا حصل للنبي في بعض الأحوال وليس في كل حال يعني كانت الغمامة تظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات وليس في كل الأوقات لذلك هو قال مثل الغمامة الناسارة سائرة هذا علق عليه العلماء بأنه لم يثبت في الحديث أنه كان في كل وقته كذلك وأما في البيت الذي يلي فهذا مكروه ما هو انتبهوا يا أحباب الحلف بغير الله بعض العلماء قالوا حرام الإمام أحمد رضي الله عنه يقول حرام أن تحلف أن تقسم بغير الله وبعض العلماء قالوا مكروه الإمام الشافعي رحمه الله يقول أخشى أن يكون حراما فهنا علق على البوصيري بعض العلماء وقالوا يا ليته ما قال هذه الكلمات في هذا البيت قال أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم هي معجزة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر أشار إلى القمر فانشق نسفين لكن انتبهوا لا نقسم بالقمر هذا الذي اعترض عليه العلماء بأنه مكروه عند بعضهم وعند بعضهم حرام وأما الله تبارك وتعالى فيقسم بما شاء من خلقه أما نحن فلا نحلف إلا بالله وأما حديث من أقسم بغير الله فقد أشرك هذا معناه إذا عظم هذا الشيء كتعظيمه لله تبارك وتعالى ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام ما حصل معه في الغار في غار ثور عندما هاجر هو وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول البوصيري رحمه الله وما حوى الغار من خير ومن كرام وكل طرف من الكفار عنه عامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهمي الغار الكهف الذي كان في الجبل النبي دخله هذا الغار الذي كان في جبل ثور وهو أسفل مكة هذا حصل للنبي من خير وكرم وصار مع النبي وصاحبه الصديق أشياء عجيبة منها أن الله أنبت شجرة فغطت النبي وأبا بكر ومنها أن الله أرسل حمامتين وحشيتين باضتا على فم الغار وأرسل العنكبوت فنسجت خيطها على باب الغار حتى ظن الكفار أنه لا أحد في الغار فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا أبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أي يحفظهما ليس معناه ساكل معهما في الغار وكذلك قوله تعالى إن الله معنا إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أن الله يحفظنا وينصرنا فالصدق في الغار والصديق لم يريما وهم يقولون ما بالغار من آريمي هذا الصدق أي ذو الصدق وهو نبينا عليه الصلاة والسلام والصديق يعني الذي هو أبو بكر رضي الله عنه صدق رسول الله حين كذبه الناس هذا الصديق في الغار فكان معه ولم يخرجا والكفار يقولون ما بالغار من أرمي أي ما من أحد في هذا الغار حجب الله نبيه وأبا بكر عن الكفار ظن الحمام وظن العنكب تعالى خير البريات لم تنسج ولم تحومي ظن أي الكفار أن الحمام التي باضت على باب الغار وظن أن العنكبوت التي اتخذت بيتا في ذلك الموضع قد أوتاه إلى فم الغار منذ زمن بعيد فذهب أن يكون النبي دخل إلى هذا المكان فقال رحمه الله وقايات الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالمين الأطمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تعالى حفظ نبيه بهذه الخيوط كانت أشد من الدروع التي من الحديد وأشد من القصور والقلاع التي على أعلى الجبال ثم يقول البوصري رحمه الله تعالى أي كم ردت يده الشريفة من عين سالت كما حصل لقتادة رضي الله عنه ابن النعمان هذا قتادة الذي سالت عينه في إحدى المعارك فردها رسول الله فصار يرى قتادة بهذه العين أحسن مما كان يرى وأحسن من التي بقيت صحيحة هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وأحيات السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصور الدهمي أي النبي عليه الصلاة والسلام في سنة كانت جدباء فيها القحط ما عاد ينزل المطر دعا صلى الله عليه وسلم فنزل الغيث نزل المطر حتى تفتقت الأرض وكثر الحليب في ضروع الإبل والنوق والماعز والشياه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء معجزة مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته